خليسل حضرتك عن دور الحكومة مسألة التمويل هل هيكون فيه ناكد تمويل من قبل الحكومة ولا تمويل من المنظمات المجتمع المدني احنا فيه اربع اشكال من التمويل الشكل الاساسي هو ان الحكومة بتدفع نسبة والمجتمع المدني بيساهم بنسبة اخرى 80-20 الاساس فيه جمعيات تقول انا هاخد المبادرة دي بالكامل الوحدي ده نموذج تاني ده لو لقارية مثلا لقارية المنازل لسكن كريم لعمليات سقف الوصلات يعني هي بتتكفل بمسلا بحاجة وفيه جمعيات اخرى تقول انا ممكن انافذ لكن ليس لدي الموارد المالية الكافية ان انا قدمها ما بنقولش لأ على اي نموذج من هذه النموذج الثلاث لان اعتقد هو حتى لو كنا شايفين ان المثالي ان يبقى فيه شراقة ما بين المجتمع وما بين المجتمع المدني لكن قد يكون المجتمع المدني عنده موارد كفاية وعنده ضيف خطيته انه يخدم هذه القرية فبيشيلها بالكامل او جمعيات عايزة تشارك بالجهد ومش بتدوره يكون عندها موارد مالية لكن اعتقد ان مسألة البناء بتحتاج اكثر من الموارد المالية بتحتاج موارد مجتمعية تكنولوجية معلوماتية يعني الجزء المعلوماتي مهم جدا لان كمان احنا كان حاضر معنا في الاجتماع يوم الخميس جهاز مركز معلومات مجلس الوزراء وهم من الجهات اللي عملت ملفات للقرى عشان يبقى فيه دراسة معمقة لكل قرية ومدى احتياجاتها ايه واعتقد كمان لما ندخل وندرس الاسر يعني مش هيتم التفاعل او التعاون مع الاسر الا لما يتم دراسة حالتها وتدونها على قاعدة البيانات فهي الحقيقة هتخلي التدخلات اكثر منهجية واكثر تنظيما واكثر ترشيدا هل يا دكتور طلبتوا من الحكومة بالفعل رقم معين او محدد للبدء بيت او تخصيص مثلا مبلغ معين للبدء بيت يعني هي احدا من خلال المبادرات او التدخلات التي تم اقتراحها من قبل الجمعات الاهلية فهو الموازنة اللي تم رصدها حتى تاريخ حوالي 2 مليار جنيه جزء الحكومة اه هتشيله وتم الوعد بذلك وجزء المجتمع المدني بيتكفل به طبعا ال2 مليار مش هيتصرفه بكرة ال2 مليار هيتصرفه على مدى بنحط في الوقت الحالي كان فيه الاول نواية ثم فيه يعني عرض اكثر من تدخلات ثم فيه مصفوفة بتنظم العمل مين هيشتغل فين بعد كده ان شاء الله في سبيلنا الى وضع خطة تنفيذية مفصلة باوقات تنفيذ وبمؤشرات والاخر